مش عشان انا ابراهيم ولا انا ابو تريكا خلاص الناس هتفضل مستمرة فيه في اسماء كبيرة جدا اسماء المستوى بتاعه منزل خلاص الجمهور قلب وياك وغضب جمهور الاهلي اياك وغضب جمهور الاهلي جمهور الاهلي ما عندوش عاطفة انا بقول لكم وبوصل رسالتي الامام عشور شكلك ما تعرفش جمهور الاهلي ايه لا جمهور الاهلي على قد ما بتحبك بس هتحبك وانت في الملعب هتحبك وانت في الملعب ما عندهمش عاطفة مهما كنت مين كويس في الملعب بتموت نفسك بتهين نفسك التشيرت ده بتقطع على لحمك كده هتلاقي الناس توقف معك لحد اخر لحظة هتبتكي بقى هتبتكي انها جمهور الاهلي بيحبك واتطلع مع الجمهور تهيص وتعمل التحيات والحاجات ديت والحاجات دي بتبقى فترة مؤقتة بس جمهور الاهلي ليه حق اللي عايزين شوف الامام في الملعب مش عايزينه في المدرجات سيبك بقى من الحاجات بتاعت المدرجات والاغاني والحاجات دي مش مش تابعك مش بتاعتك بعيدة عنك انت راجل لعيب كورة ماكش دعب الجمهور حقك ان الجمهور يشجعك يديهم التحية بتاعتك عتطلع تقعد تغني مع الجمهور سيبك من الكلام ده خالص بعد الماتش المواقف اللي حصلت اللي هو تيشيرتي والكلام ده ملاش علاقة خالص انت ادائك ايه هم اللي همش دعب ادائك خلاص هم عارفين ان انت لعب كويس بس انت بقدتش كويس فطبيعا ان انت بتبقاش موجود في المنتخب بحي كابتن حسام حسن وجازفاني على عدم اختياره لامام عشور بكل امانة ما يستحقش الا لما يرجع يبقى كويس تاني ويقدي ويبقى من اللاعب المميز زي ما اشدنا به يرجع تاني منتخب مصر بس ده بأدائه بكتاله وكانت بينة جدا حتى في المعسكر الاخير اعرفش كان تقال انه هو مصاب بعدها بيومين تلاتة شارك ده مش صح كده ده مش صح على فاك انت بتضر نفسك وعندك فرصة ان انت تبقى من نجوم منتخب مصر تلعبت كان ماتش دولي مهما عملت بطولات وحققت وبطولات اللي اعيدلك اه بطولات وكل حاجة هو بس منتخب مصر هو ده اللي بينجم هو ده اللي بينجم مع احترام النادي الاهلي والزمالك كل ده حاجة جميلة تاريخ يا ملعبها حصلت على بطولات بس في الاخر انت ملعبتش منتخب مصر عندك جزء ناقص كيان كبير جدا ناقص منتخب مصر بيعلي بيعلي سعرك بيعلي تمنك بيزود شعبيتك بيقويك بعد ما بتبطل قورة اه انت لعبنا ده اهلي خلاص هتجيلك فترة فيه جيل بيسلم جيل هتتنسي ما لعب اخدت بطولات فحقيقة بصراحة كابتن حسام قرار صح وفي نفس الوقت انا هفضل اقولها زي ما بنشيدة جماعة باللعبة وبنقعد نتكلم عليهم وبينديهم حقهم لما هتبقى وحش هبقى اول واحد ضدك هبقى ضدك انا ما بجملش حد الحمد لله من ساعة ما بدأنا البرنامج ده الحمد لله ما بجملش حد ماليش في المجاملات انا ماليش في الطبطبة ولا ليا مصالح مع حد ولا امام ولا كهربا ولا محمود ولا زيزو ولا ليا ولا محترامي ليهم اللي بيني وبينهم ملعب انت كويس في الملعب هديك حقك وانا عارف ان ممكن ناس تزعلوا ممكن ناس اللي يزعل يزعل مش هجاملك الناس لو حتى لو حد يزعل مني يسألوا على شخصية ابراهيم سعيد الحمد لله الحمد لله بتكلم بما يعني اللي انا شايفه بما يرد الله زي ما بيتقال انت كويس هديك حقك وحش هقول انت وحش وهقولها كده في وشك وحش خلاص وحش هتاخد زي ما زي ما تكلمنا عليك كويس في الملعب وحش هنقول عليك وحش اتمنى ان امام عشور يراجع حساباته لان الاتجاه اللي هو رايح فيه ده مش حل انت ممكن تخسر النادي الاهلي وممكن تخسر منتخب مصر في الاخر يبقى اتنسيت اتنسيت عودة يعني من روح بالعودة انت في مكان كبير جا تستغله وتطلع في السماء والناس دي تحبك هتحبك بكتالك جوه الملعب مش بتقاتل شكرا شكرا فيه نجوم قبليك كتيرة جدا ما احترموش المكان او ما قدوش باي 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 احترامي هتلاقى نفسك بقى داخل في سكة دوامة تانية وترجع تقول يا ازاي انا موجود ما استغلت خصوصا بعد ما انت مشيتم الزمالك هتروح فين تاني هتروح فين شتروح في حت بالمستوى ده والله ما تلعب مع احترامي يعني حتى الاندية اللي بعيد عن اهلي والزمالك مع احترامي ما يخدكش ده حقيقة بالمستوى اللي احنا شايفينه في الفترة الاخيرة مستوىك مايلعبكش حتى في في اندية الدور الممتاز مايقاهلكش حتى انت بتخيل بقى انت في الناد الاهلي وبالمستوى ده فاتمنى ان انت تعيد حساباتك لان انت وصل لمرحلة مش حلو